الوزيرة كم مستشفى خرج برا الخدمة يعني كم مستشفى يعمل الآن في القطاع وكم مستشفى خرج برا الخدمة كم عدد آخر الأرقام كمان إيه في الجرحة والشهداء نعم فيه هناك خمسة عشر مستشفى خرج من الخدمة حوالي مستشفى ونصف بالكامل لكن أيضا تجمع المستشفيات المهمة مثلا المستشفى بيت حنون هو المستشفى المركزي والوحيد في مدينة بيت حنون شمال قطاع غزة وأبيد هذا المستشفى وبالتالي يعني أصبحت هذه المدينة لا يوجد بها مستشفيات وأيضا متقطع السبل بها نستجد تقطع الطرقات من القصف الغاشم من سلطات الاحتلال أما بالنسبة إلى الأعداد حتى ساعة خامسة ونصف مساءا في قطاع غزة يوجد هناك ثمانمية ثلاثين شهيدا ارتقوا إلى العلا وأربع تلاف ومتابل خمسين جريحا لكن أقول أن هذه الأرقام ليست بالدقيقة أن هذه الأرقام تعكس الحالة التي وصلت إلى المستشفيات لكن لا يزال هناك مجموعة من الشهداء ومجموعة كبيرة من الجرحة تحت الركام لم تصل إلى المستشفيات ولم يستطيعوا الإسعاف أن ينصروا إليها والتالي هذا الرقم الذي يعطيه فقط هو الرقم الذي يصل إلى المستشفيات أنا اسمحي لي من عندكم من هذه المنصة الإعلامية الهامة أولاً أنا وجهي الصحية إلى إفخامة الرئيس السيتي وإلى وزير الصحة المصري وإلى الحكومة المصرية لأنها تحاول جهدها بإدخال المساعدات الطبية العادلة إلى قطاع غزة وأيضاً من خلال هذه المنصة المحترمة وإلى المجتمع الدولي عاجل ومناشد بأعلى أصواتنا أن يقفوا هذا الإبادة الجماعية إلى الشعب الثلاثيني في داخل قطاع غزة وأن يعملوا على أن يكون هناك مسلك لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إذا أن هناك قصور عام بالأدوية أصبح هناك وأصبح أيضاً قصور عام بالمساعدات الطبية وأيضاً بالتولار الذي نستخدمه في المسكشفيات مع الغزة الطبية من أجل العمليات ومن أجل الأمور الطبية الأخرى لذلك نناشد بأعلى صوتنا من أجل إجاب طرق حتى تصل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وده سؤالي التالي أولاً بشكرك وهذا دورنا يا عزيزتي يعني تعرفين أن القضية بالنسبة لنا قضية فلسطينية وأن أهل فلسطين دول أهلنا فبالتالي ده دورنا من قدم الزمن لكن دكتورة ماذا عن انقطاع الكهرباء؟ يعني إزاي المستشفيات بتشتغل من غير كهرباء؟ المستشفيات لديها أمور لدات الكهرباء التي تعمل على السلار والآن السلار متواجد فقط إلى يوم الخميس يوم الخميس سينقطع السلار وبالتالي ستصبح المستشفيات بدون كهرباء وبدون مولدات كهربائية لذا أنا أناسك بأعلى صوت كما ذكرت سابقاً أن القطاع غزة بحاجة إلى مرور المساعدات الإنسانية بحاجة إلى ضمير دول حي أن توصل المساعدات الإنسانية وصل بها إلى القطاع غزة الأدوية، كلميني الأدوية موجودة لحد إمتى؟ يعني برضو الأدوية فيها نقص كبير أنتم محاصرين من كل مكان نعم، الأدوية موجودة لمدة أربع أيام أخرى فقط لغاية ترجمة نانسي قنقر